سعيد بلقائكم مرة أخرى أعزائي الكرام تحدثنا في نهاية الحلقة الماضية عن النصارى وسبب تسميتهم وفي هذه الحلقة نكمل حديث عن هذه الفئة من أتباع المسيح وكما أشرنا في الحلقة الماضية فكل أتباع المسيح حتى القرن الرابع الميلادي أطلق عليهم اسم الناصريين نظاريانس وبقي هذا الاسم كما قلنا يخص الفئة التي كانت لا تعترف بوحدانية جوهر المسيح الإبن بالله الأب وتعتبر المسيح مخلوقا كباقي البشر رفع إلى السماء وسوف يعود في آخر الأيام بينما الفئة الأخرى ممن آمن بالمسيح كابن الله متساوي بالأب في الجوهر هومو أوسيوس أو أومو أوسيوس مولود غير مخلوق أي هو الله الظاهر في الجسد أزلي لا بداية له ولا نهاية فقد أطلق عليهم تسمية المسيحيين أتباع المسيح المخلص هذا الاختلاف في هوية المسيح ليس ابن الله ولكن في كونه مساوي للأب من عدمه وهذا الاختلاف أدى إلى صراع فكر لاهوتي بين رجال الدين من الطرفين الفئة الأولى وهي الأغلبية تقول ببنوة المسيح ومساوته بالأب الله بينما ترى الأخرى بنوته دون مساواته بالأب إذن القرآن دقيق في وصفه لفئة النصارى التي تؤمن بالبنوة وتنكر وحدة الجوهر بينما الفئة الأخرى كفرها القرآن تماما ولم يسميها حتى لا يربط أو ينسب اسمها بالمسيح كمسيحيين وذلك في صورة المائدة الآية 72-73 هذا الاختلاف في العقيدة سبب صراعا فكريا لاهوتيا كما قلنا بين الفرقتين وبدأ بعضهم يكفر بعضا فأمر الإمبراطور قسطنطين الأول يعتبر الأول إمبراطور روماني اعتنق لمسيحية أمر بعقد أول مجمع مسكوني يناقش هذا الخلاف وهو مجمع نيقيا الأول وذلك يوم 20 مايو سنة 325 ميلادية وقد حضر هو بنفسه ووقع معظم الأساقف الحاضرين وكان عددهم حوالي 300 أساقفا على وثيقة الاعتراف بألوهية المسيح ووحدته أو وحدة جوهره كابن لله الأب فقط آريوس واثنين من القساوس رفضوا التوقيع على هذه الوثيقة فاعتبروا واعتبر هو وأتباعه من لم يعترف بألوهية المسيح من المهرطقين وهم النصارى المذكورون في الآية 82 من سورة المائدة بقي أن نعرف ما علاقة هذه الطائفة النصرانية وقرابتها بالإسلام كما سبقت الإشارة فمحمد يؤمن بعيسى بن مريم كرسول من الله وهو المسيح وكلمة الله كما تفيد الآية 171 من سورة النساء ويؤمن بشريعة موسى في التوراة وبالإنجيل كما جاء في سورة آل عمران الآية 3 والتوراة هي الأصفار الخمسة لموسى والأناجيل أو الإنجيل هو البشارة الصارة بالمسيح وهي كلمة معربة من أصل يوناني إفانجيليون فهذه البشارة كانت في بداية تاريخ الكنيسة شفاهية فبطرس الرسول أحد تلامدة المسيح أخذ على عاتقه تبشير اليهود وسميت هذه البشارة حسب لوقة بإنجيل الختان وذلك بحسب أعمال الرسل الإصحاح 11 والعدد الثاني على سبيل المثال ليميزهم عن الأمميين الذين آمنوا بالمسيح لأن اليهود يمارسون طقس الختان في مقابل بشارة بولوس وهو كذلك أحد تلامدة المسيح للأمم وتسمى هذه البشارة بإنجيل الغرلة كما يتضح في رسالة غلاطية الإصحاح الثاني العدد سبعة بالإضافة للأناجيل الأربعة وبالطبع تبشير اليهود يختلف عن تبشير الأمم ومن هؤلاء اليهود المتنصرين حصلت بينهم وبين الرسول بولوس مشادات كما يتضح من رسالة غلاطية كذلك الإصحاح الثاني العدد الأول إلى خمسة يقول العدد أربعة ولكن بسبب الإخوة الكذبة المدخلين خفية الذين دخلوا اختلاسا ليتجسسوا حرية التي لنا في المسيح كي يستعبدون فبحسب بولوس الرسول فهؤلاء الإخوة الكذبة من اليهود المتنصرين يريدون الرجوع لنير العبودية في الناموس والطقوس اليهودية التي حرر السيد المسيح أتباعه منها لكن بحسب هؤلاء اليهود المتنصرين فالناموس لا يمكن إلغاؤه حسب عقيدتهم لأنه شريعة الله والسيد المسيح لم يأتي لإزالة هذه الشريعة أو هذا النموس بل لإكماله وذلك بالإيمان بالمسيح كمخلص لكل من آمن به وذلك بموجب الآية أو الإنجيل متى إصحاح 5 العدد 17-18 لا تظنوا أني جئت لأنقض النموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل إذن من أتباع السيد المسيح من يرى أن الخلاص بأعمال الناموس والإيمان بالمسيح ضروري؟ وهم هؤلاء اليهود المتنصرين ومنهم من يرى أن الإنسان يتبرر وينال الخلاص بالإيمان بالمسيح لا بأعمال الناموس كالرسول بولوس وأتباعه كما جاء في رسالة غلاطية الإصحاح 2 العدد 16 ومن هنا نشأت فرقتين فرقة تتشيع للناموس وفرقة للخلاص بالإيمان بيسوع الفرقة الأولى لم تترك الطقوس اليهودية من ختان وتحريم اللحم الخنزير والغسل من أنجلابة وغيرها وقد أطلق عليهم اسم الإبيونيين من كلمة إبيونيم بالعبري ومعناها فقراء أو مساكين فحسب عقيدتهم فالرب يسمع للمساكين ويتحنن عليهم كما جاء في صفر المزامير عدة مرات وكمثال على ذلك مزمور 69 العدد 33 ولا نعرف هل القرآن يشير لأتباعه بالفقراء بموجب الآية 38 من سورة محمد والله الغني وأنتم الفقراء من باب الصدفة أم إشارة إلى أصل عقيدته وكذلك الحال في الآية 15 من سورة فاطر وهذه الفرقة كان لها إنجيلا يسمى الإنجيل العبراني ويعتقد أنه منسوب لمتى أحد كتبت الأناجيل أو ربما منسوب ليعقوب أخو الرب أحد أقرباء المسيح ولهذا استعصى على الآباء الأوائل كالقديس جيروم إيرونيموس في القرن الرابع الميلادي التفريق بين الإنجيلين إنجيل متى المنحول وهو إنجيل الناصريين وإنجيل يعقوب إنجيل أبيونيين كتب هذا الأخير بالخط الكرشوني أي أحرف عبرية ونطق أرامي وهو من الأناجيل التي ضاعت بسبب عدم اعتراف الأوائل في المسيحية به واعتبروه من الأناجيل الأبوكريفة سمي هذا الإنجيل كذلك بإسم إنجيل يعقوب البدائي أو إنجيل يعقوب التمهيدي نظرا لأنه يمهد لقصة المسيح بدكر الحمل بمريم والدة المسيح وميلادها وأحداث مهمة كولادة المسيح وطفولته وقد عرف هذا الإنجيل في التراث الديني السورياني بتاريخ يعقوب لماذا نذكر كل هذه المعلومات عن هذه الأناجيل غير معترف بها عند الطوائف المسيحية حتى قبل الإسلام الجواب نظرا لفهم إشكالية وجود إنجيل في عصر محمد تحدث عنه القرآن في العديد من الآيات كالعمران 3 والآية 48 و65 والأعراف 157 والحديد 27 وغيرها وأمر أهل الكتاب من أتباع المسيح أن يتبعوا التوراة والإنجيل وذلك في صورة المائدة الآية 68 قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وكلمة الإنجيل جاءت معرفة وليست نكر إشارة لأحد الأناجيل المعروفة حينها وفي الآيتين 113 و114 من صورة العمران إشارة لفئة من أهل الكتاب يصفهم القرآن بالصالحين حيث يقول ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين قلنا في البداية الحلقة ليسوا هم المسيحيون الكفر حسب القرآن الذين يقولون أن الله هو المسيح ولا هم النصارى الذين يقولون أن المسيح ابن الله والسؤال المطروح من هم هؤلاء الفئة الصالحة من أهل الكتاب وللرب على هذا السؤال نراكم في الحلقة المقبلة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر